العشبة الخارقة لعلاج التجاعيد ضاعيها مرة واحدة وان شاء الله ما غاديش يبقى حتى شي خط في الوجيه ديالك ولا في العنية ديالك ولا حتى في المناطق الحساسة من الجسم ديالك وصفة اقتصادية بعشبة معجيزة ربانية البنات هزت عرش الاطباء لعلاج التجاعيد فانتمنى البنات باقتاجيو هاد الاغوسات باقتاجيو هاد السر وهاد الوصفة الزوينة السهلة والاقتصادية اللي غادي تخلصك ان شاء الله من بعد ما تبضعيها مهما كان العمر ديالك مهما كنتي كبيرة في العمر فغا ترجعي في سن العشرينات وسن الثلاثينات انتمنى هاد الفيديو يعجبكم تمنينا لرادة ديالكم وبليز غزالتي ما سبخلوش علينا بلايك ديالكم اي وحدة ما تنسناش من اللي اللايك باش ان شاء الله تزيدوا تشجعونا والله يسهل عليكم كما حتى انتم ما البنات كتدعمونا فالله يدعمكم والله يستر لكم اموركم يسهل عليكم مسعى ويعطيكم كل اشياء اللي بغيتوها باذن الله تعالى وكذلك البنات اللي مازالين ممشتركينش يشتركوشنو كاتنا وغزالاتي بطول تحتوشتركو مرحبا بكم فعلوا زيال الجرس خليونا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو ما الموادع ولا شنو ما ليسو جيلي تبوني نتكلم فيهم وعلى بركة الله البنات عم نشيو باش نتعرفو على مكونات الوصفة طريقة ديال التحضير والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال ان شاء الله فراني خليت لكم البنات بعض المقاطع دياللي فيديو باش شوفوا ما شاء الله الغزولتا كيفاش الديرها يعني هاد الغوستات هادي ومدى نجاح ديالها والفعالية ديالها في علاج التجاعيد وعلاج الخطوط المسينة والعميقة والرفيعة اللي كتكون في الوجه وفي العنق وفي اليدين وفي اللي بغتي كاملين يعني من راسك تلجليك هاد الغوستات هادي غادي تنفعك وان شاء الله هادي جيب بيها الله تيسير لانها كتتبيض في نفس الوقت وكتتفتح مشغل كتعالج التجاعيد وصافي فبالنسبة لبنات المكونات اللي غا نحتاجو كما قلنا هي هاد العشبة هادي ديال القروم في اللي سبرك الله موجود عند اي عطار وعند اي عشاب كتجيب منه كمية وكتطحنه أنا هنه هي البنات هاو داجة عندي مطحون وغادي نحتاجو ان شاء الله كمية من الناشا او لما يسمى بالدورة او الماي زينة عندي هاد نوعية ديال ايديال فيها 180 جرام وعندي هاد نوعية هادي فيها 170 جرام هادي البنات الثمان ديالة سبعة دراهم وهادي الثمان ديالة ستدراهم بجوجهم صراحة مزيانين فعالين يعني صراحة كيبيضوك كيفتحوك يعالجو لك جميع العيوب وجميع المشاكل وانتبنا هاد الفيديو اعجبكم من الاستحسان ديالكم ويكون ان شاء الله خفيف درايف على جميع البنات اللي كي بغوف حالك دهميزات ووصفات لي فغاما وزوينين اللي دقبط لها في علاج تجاعد فقلنا انشاء قلنا القرومفل كذلك البنات ها تحتاجوا معنا شوية ديال الشوفان او للخرطال لانهو كي ينفخ او لكي يساعد نفخ البشرة ديال الوجه واي منطقة انتوية ماشي غير البشرة الوجه هو صافي فانا البنات عندي الخرطال او للشوفان قلنا الخرطال انشاء والقرومفل وغادي نحتاجوا كذلك البنات كمية من ماء ازهر انا البنات فضلت ماء ازهر ولكن انتوما البنات لابيتو تديروا ماء ورد فممكن على حسب هنا كي يبقى ليكم الاختيار سواء ماء ازهر او ماء ورد واخر مكوين معنا في هاد الوصفة هو اليوغورت او للزبادي وهنا اخديت هاد نوعية بالفاني او للفانيلا بالنسبة له هاد الوصفة رحكا تنعش وكتبرد لك اللوكوغ ديال كامل يعني البنات اللي كي يقولوا ليه مثلا الوجه ديالنا كنحسوا بسخونيه مثلا لا تسخرنا ولا قدينا شغارات ولا دينا اطفالنا المدرسة كنرجعوه جهنا مشوط بالشمس يعني سخون ما كنخليوا ما كنديرو ما كنحسوا لابنتي عاش لاببرودة بسبب هاد الوصفة رحكا تساعد حتى في اعطاء لما عانوا اشراقوا واحد لابريونس كتحسوا به واحد انتعاش البرودة ما نعودش ليكوما البنات يعني فيها كل شي الاشياء اللي غا تحتاجي كتعالج تجاعد كتبيض كتعطي برودة كتعطي انتعاش فيا وصفة كاملة مكمولة من جميع النواحي فعلى بركة الله البنات سنتزل طريقة ديال تحدي اول حاجة غدي ناخد كيميا ديال القرنفل هنا تقريبا عندي زيز معلقة ديال القرنفل غدي نزيد ليهم البنات شوية ديال النشا معلقة نجمع بالمدية الزهر بليز حبيباتي ما تنسوا نشمل اللي اللايك ديالكم طبعا يتحال فضلا باش هكذا تزيدوا تشجعونا على اننا نزيدوا نبحتوا نقلبوا لكم على هميزات وعلى وصفات اللي نعروا الاستحسان ديالكم ان شاء الله مهم هناك نجمع هاد المكونات هادو من بعد البنات غنزيدوا الخرطال من بعد البنات غنزيدوا الخرطال او للشوفان او للشوفان لما تزهر اخر حاجة لناس كما قلنا هي اليوغورت او للزبادي هنا كتديري الكمياء اللي بريتي بالنسبة اليوغورت كان سحبيه فضلا بشكل يومي تقريبا يعني ديما دخلي يوغورت في الوصفات ديالك ممكن تديري الرز والحليب غبراء ومعي القديل دانو نسوس او لب ايانك هاي لما عندكش الحساسية لان اليوغورت ديما كي نعش البشرة وكيعطيها لمعانو وبيض وكي يصفي وكيوحد وفي نفس الوقت كيبرد لك الوجيه ديالك هانتو محبيباتي هدا هو القوم ديال الوصفة وهذه هي الوصفة التي هزز عرش الاطباء في علاج التجاعد وصفة اقتصادية سهلة استحضير كما كان قولو تصوبها في رمشة عين فبعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا ما عليك الا تطبيقها على اي منطقة بغيتي سواء وجهك عنقك اليدين ديالك تحت بيطانك بين فخادك كتخليها ثلاثين دقيقة حتى كتنشوف ومن بعد ما كتنشوف كتدوزي باش كتغسليها وترطبي من بعد من طبيع الحال بنسبة للترطيب كترطبي باي حاجة عندك سواء زيوت او الكريمات انا البناسة نحاول نشارك معكم بعض المنتوجات لا يكون بطبيعة الحال ولكن اي حاجة عندك ممكن ترطبي بها في حال هذا القحيم اللي يضغطي المناطق الحساسة يعني لابو ماشي الوجه هذا غنيب فيتامين ا كيصلح البشرة الحساسة الناشفة في 250 جرام شوفوا كيف شدير كي يحمق قوامه والريحته كتهب للبنات ثمان هو 14 درهم وهذا للبنات لا تعطيه 14 درهم لا ترطيه 8 كتر يعني 250 درهم وهو فقط وزوين بزاف المناطق الحساسة وريحتوك سبقه ما بين 48 و 24 حتى 48 ساعة كين ايضا هاد الكخيم هادو اللي كيديرو 8 درهم في حال هذا اللي بناسب الحامض او لابو السيتخون في 200 ميليلتر هاو زوين كين هادا بلافوكا تاو زوين في 200 ميليلتر كين هادا بلافوكا في 200 ميليلتر كين هادا بلافوكا هانتوما تاوزوين وكين هادا البناسب الارغان وكين هاد أدخاكس هادا ببغليما هادا البناسب النسبة المتسبعة سديعلي اللي كي يقولوا لي البيدات سديعنا راه نشفوه ولو حرشين بكتر تغسيل معنى طبيعة الحال بلاي بخدو ديال الميناج بالجافيل فاليديدس ديالنا كيزيدو نشفو كتر اكتر فخصنا شي كريم لي كي اضغطي لابو وكي اضغطي اللي ديديدس خصوصا وما كينش حسن ان اتخاكس هادا ببغليما في 60 ميليلتر كين كدلك هادا هادلو كريم هادا اللي كيجي بلافوكا انا نوريه لكم حتى هو من نفس الماركة ديال الارغان اللي وريدكم اللولا هادا ديال اللوبانيا هادا مرا في الارغان وفي الافوكا هادو بجوج تمان ديالهم لكل كريم 12 درهم يعني تمان جيد مناسب هادا هادا كريم بزيت الافوكا كينشتو كيرتب البشرة بعوم كما كيساعد في تجديد خلايات البشرة وكيزو العلمات تقدم في السن والتجاعيد وزيد للبشرة الجافة وغني بزاف ديالي فيتامين منهم اوة بي والسي والدي وموضاد الاكسادة وصالح لجميع انواع البشرة كيتبق صباحا ومساء عن طريق سدليك الجيد بيروت في مهم في الافوكا وفي الارغان القاوم ديالهم كيجي عاقد وريحتهم صراحة في النكة تحمق هان شوما وثمان طبيعة هو غزوناب يعني يجد مناسب للجميع كين كرام نيفيا العلباء الزرقاء هذا لا يعلق عليه ديما نشارك معاكم به فيديو نشارك معاكم به غوثتها كده يزوين بزب في مية وخمسين ثمان دياله وعشرين درهم ودائما الكرام باشكتعرفيه أصلي بهذا الكتابة دياله وليكتكون محفره مطبعا مزيان هذا هو باشكتعرفيه كرام أصلي مئة بالمئة كين كذلك البنات كرام جليسوليد العلبة الحمراء هذا هذا البنات كيرطب ولكن هو للمناطق الحساسة أي للجسم ماشي اللوجه هذا البنات فيه تنعيم وترطيب وفعلا كيحميل بشرة من الجفاف واحتمل الخشونة ولكن التبييد ماشي منذ أول استخدام كيبقى ما بين شهر حتى الشهرين ولكن رفعلا الناس جربات ثلاثة شهر قاع ثلاثة ديال الأشهر فعلا تم التبييد ديال بزاف ديال المناطق المتسبعات ديالي جربوه مدة طويلة بالنسبة للعريسات العرس دياله بعيد على مدة ويوجدوه قبل بشهرين فنصحكم بكريم إجليسوليد أحسن ما يكون في تبييد المناطق الحساسة ولكن بعد استخدامكم أو تكراركم ليه يوميا كله لقب النوم المدة على الأقل ثلاثين يوم أي شهر بالكامل وكين طبيعة الحال لفازلين بشتى الأنواع ديالهم والأشكال كين زيوتها البنات على حسب كل وحدة شنو كتفضل كلي كتفضل الزيوت نصحكم البنات بزيت جونسون بيبي للأطفال نصحكم بزيت الأرقان بزيت شوكي هادو كل هم زيوت كيرطبوه كيعرجو التجاعد زيت السبار زيت الغليسيرين وزيت العفوكا وزيت اللوز الحلو هادو كل هم زيوت زوينة اقتصادية وكي بيدو وكيرطبو في نفس الوقت فنتمنى على الفيديو وعجبكم تمنى يناسي حسان ديالكم ما سبخلوش علنا بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زال الجرس وانتلقى معكم في فيديوهات مقبلة ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة